بابتدي بأخبار نات زمالك عندنا خبر خاص بكارترون وده شيء بقى غريب ما بعد لقاء الزمالك ومحمود علاء بيضع ضرب الجزاء كارترون بيعفي محمود علاء محمود علاء من ضربات الترجيح نوعي شود ضربات الترجيح طبعا يعني خلاص اللي حصل حصل وبالتالي يعني يعني فكرة انك تخليه او تمنعه نوعي شود ضربات الجزاء انا بشوف ان انت بتقلم من محمود علاء فكرة سقطه بنفسه في ان هو يقدر يشود ضربات الجزاء تالي خلاص كرة وفترة ممكن بتعدي بلاعب ما تكونش مركز فيها او مش ماشي بشكل كويس او عنده حظ سيء في ضربات الترجيح لكن انك تعفيه بشكل نهائي ده بيبقى ممكن ممكن يهز سقط محمود علاء في نفسه بشكل كبير في ضربات الترجيح وفي نفس الوقت ادارة نات زمالك بتوافق على رحيل محمود علاء في نهاية الموسم على حسب العرض اللي ممكن يجيله سواء بالعارة او بالبيع النهائي طبعا في مجموعة عروض كانت موجودة اللي محمود علاء من الخليج في الفترة اللي فاتت هتشوف في نهاية الموسم ايه اللي ممكن يحصل مع محمود علاء الزمالك بيبدأ اجراءات تعديل عقد محمود حمدي الوينش في الفترة اللي فاتة طبعا الوينش يمكن من افضل اللاعبين الموجودين داخل نادي الزمالك وتعديل عقده بالنسبة له الدنيا يعني ماشي بشكل جيد وبالتالي الادارة تحاول طبعا انها تديله المزامة بنقول كده الحاجات الحلوة اللي ممكن يكون الادارة عايزة تديهله نتيجة اداءه الجيد كارتيرون بيطلب مهاجم افريقي مع الجزيري وعارة مروان حمدي عايزه مروان حمدي عايزه يعيره عشان الخبرات تبقى موجودة اكتر وفي نفس الوقت انت محتاج فرود يكون بجانب الجزيري يكون افريقي وبالتالي ادارة نادي الزمالك قالت له تفضل قولي الاسامي اللي انت ممكن تكون عايزها من لعبين افرقها انت شايفهم في السحة في الفترة اللي فاتت هناك ازمة ما بين في ادارة نادي الزمالك وفي الجهاز الفاني في نادي الزمالك ما بين نتيجة طبعا ان الوينش اه السوري جنش وابو جبل وعواد تلاتة موجودين سواء عواد محمد عواد هو اللي مخدش او ابو جبل سوريا ناسف هو جنش محمد عواد هو بس اللي مخدش الشكل المناسب في الفرصة يعني مخدش الكمية من المباراة اللي يقدر لو هو اخدها زي ابو جبل زي ما اخدها او الجنش زي ما اخدها ان هو يثبت ان هو حارس مرمى جيد هنا في الفترة اللي فاتت كان في كلام ان في مشاكل لعواد وعواد ممكن يمشي لكن في الحقيقة لازم عواد في ظل الحالة الفنية لحرص المرمى في ناتذ زمارك انه ياخد فصته وهناك طبعا زي ما بقولكو ازمة لان كل اللعبين كله عايز ياخد فصته كله عايز يلعب لكن هنا الجاز الفني هو اللي بيقص